من ضمن الاسئلة هل فعلا اورفلم واللي عاملين فيها بيقبضوا بالعشر تلاف جنيه? الحقيقة انه دي من ضمن السيلز او البيع. هل ممكن حد يوصل لمرتب ده? الحقيقة في ناس بتوصل مرتب ده. انا مش افتاش عمصار شخص ولكن اسمع كتير وناس صدقة. انها فعلا بيحصلوا على الموضوع ده. اه لكن ده محتاج مجهود كبير جدا. اه اورفلم بشكل كبير بيبقى عبارة عن بيع او تارجت. اه البيع عادة بيبقى ما بين اه ستة لسبع او خمس عملة. اللي حقيقة على حسب ما عرفش. بل لكن ده على حسب اللي على حدث قبضيت انا اسمعته يعني. بيبقى الاربعة او خمسة عمليات خلال الشهر. ولكن بيبقى فيه تارجت تاني وهو ادخال اعضاء. فانت بيبقى عندك او اول حاجة انك بيبيع لعدد اربعة او خمسة او ستة. ولازم تدخل اعضاء اه تيم. اه كمان بتعمل اعلانات وبيبيع. فبتعمل اعلانات عشان تجيب العملة وبيبقى فيه اعضاء. وعندك النقاط من ستة في المية الى واحد وعشرين في المية. اللي بيوصل واحد وعشرين في المية بيبضوا ممكن عشر وتسعة تلاف ويمكن اكتر. اه لكن في فيه ناس بتعمل كده. ولكن هل عندهم القدر انهم يبيعوا هو تتطبر سيلز ازا اي سيلز. اه فيه ناس على الفكرة سيلز كرود وكريدت كارد بيبضوا الف وفيه ناس بتيبض بالالفات. فيه على حسب انت جبت التارجت ولا لأ. كل هذه المواضيع راجب انك تاخذها فيه الاعتبار. وربنا وفقك واكتبه كل خير بازن الله تعالى.